السلام عليكم أصدقائي أنا السزار برحب فيكم في قناتي السزار رفيوز أهلا وسهلا بالجميع وحلقة إخبارية تقنية جديدة أنا آسف إذا انقطعت عنكم فمعليش تحملوني للأسف النفسي لساتها مش مصبوطة أهلنا في غزة لساتهم يعانوا الأهل في السودان يعانوا أهلنا في اليمن يعانوا أهلنا في كل مكان يعانوا الله المستعان نرجع يا أخوان لرب العالمين لأنه شايفين كيف الحال والحياة وكيف الناس تتكالب علينا فخلينا نرجع لرب العالمين يمكن هيك نقدر نساعد أهلنا في غزة وفي اليمن وفي السودان وفي العراق وفي سوريا في كل مكان نرجع لرب العالمين والله هذا كلام عن جد يعني بحكيه من قلبي نرجع لرب العالمين نروح نصلي وما نختاب ما نسرق ما نؤذي حدا نلتزم بالأخلاق العامة نلتزم بالقوانين نلتزم بأشياء كثيرة تزبط حياتنا الله يزيكم الخير صحيح هذه حلقة إخبارية لكن للأمانة ما رح تكون أخبار كثير متنوعة إلا خبرين لأنه كل الحكي حيكون عن جوجل عن مؤتمر جوجل لأنهم أطلقوا أربع أجهزة بدي أحكي عن كل واحد فيهم بصراحة فيعني هي حلقة إخبارية لكن نركزي على جوجل معلش فإذا مش عاجبك ما تكملش الفيديو إذا عاجبك كمل الفيديو لا تنسوا دعمنا باللايك وبالكومنت وبالشير يا أخوان ونراكم إن شاء الله على خير هيا بنا هاتف الجوجل بيكسل 9 هو أول هاتف وهو أقل هاتف وأرخص سعر هاتف قدمته جوجل تصميميا فيه تصبيطات على التصميم وتغييرات بسيطة شكل الجهاز يا أخوان فخم ألوان الجهاز فخمة أنا أحب اللون الأبيض بس عجبني اللون البينك فكالشكل بصراحة عجبني كثير وأنا بعرف على مسكة اليد لما بتنسك الجهاز بإيدك التجربة تكون مختلفة فإذا الشكل عجبك بس بالفيديو أنا بأكد لك بالإيد رح يعجبك أكثر اتفاجأت أنه جوجل بتقدم هاي الأجهزة كلها مع هذا الفولد أنه ببلش بسعة 128 جيجا مع 12 جيجا بايوترام حلو أنه 12 جيجا رام لكن ببلش 128 بطل حد يستخدم هاي السعة أنا مش فاهم مش قادر أفهم عن جد 128 جيجا ولا إشي يا أخوان على جهاز حقه 800 دولار عجيب إذا الهواتف المتوسط صارت تعطينا 512 طول الجهاز 158.8 مليمتر عرض الجهاز 72 مليمتر سماكة الجهاز 8.5 مليمتر ووزن الجهاز 198 غرام فأبعاد الجهاز نوعا ما صغيرة للناس اللي بتحب الأجهزة الصغيرة هذا خيار طبعا عندهم معيار IP68 امتاز الشاشة OLED 6.3 إنش لاحظ قديش حجم الشاشة الصغير جدا الحواف كمان حجمه صغير جدا فهذا الهاتف حيكون باليد صغير جدا هي بتردد 120 هرتز لكن مش LTPO وأنا استغربت هنا ليش 800 دولار لازم يكون LTPO هذا الجهاز من تيكنو حقه يعني 450 دولار LTPO الشاشة الصطوع سيصل إلى 2700 نتس ومحمي بكورنين جوريلا جلاس فيكتوس 2 أما المعالج فهو تنسور الجي 4 أحدث معالج من جوجل أنا بأكد لكم هذا المعالج لن يتفوق على ميديا تيك أو سناب دراجون أكيد لكن مع الكستمايزيش اللي بتعملها جوجل وهي صنعة هذا المعالج والسوفتور تبحها برضه أندرويد تبحها هتوخد تجربة مختلفة تماما فما تقلق ما تفكر أنه والله بالبنشمارك ما قدر يجيب زي كوالكم ما تقلق أبدا وبنسبة للساعات نرجع للساعات في خيار 256 مع 12 جيجا يعني هذا منطقي بس هيكون أغلى سعرا على فكرة أما 128 عجيب الكاميرات عندنا الكاميرا الأساسي 50 ميجابيكسل الحساس واحد على 1.31% إنش في OIS وعندها إشي اسمه Single Zone Laser Focus Auto Focus ليش حكيت لك يا لأنه حيكون بالأجهزة القادمة Multi Zone Laser Auto Focus قديش حيكون إلو أثر بالتصوير ما بعرف لكن كاميرات البيكسل إنتوا عارفين قوية جدا ورح تكونوا دعم كثير بالذكاء الاصطناعي أصلا كل المؤتمر كان عن الذكاء الاصطناعي وكيف تحول جوجل أسيستنت لجيميناي أسيستنت فالجيميناي حيكون معاك بالبيكسل في كل مكان وتوقع يتقل بكل إشي بس أنت راح تعطيه البيرميشن طبعا فيه 48 ميجابيكسل اللي هي الكاميرا العريضة وما فيه كاميرا الزوم هاي الزوم للأجهزة العليا السلفي 10.5 ميجابيكسل أوكي والجهاز بصور 4K 60 فريم على كل الكاميرات وهذا إشي ممتاز وبيحكوا أصلا بالمؤتمر أنه تصوير الفيديو تحسن كثيرا صعب تحكم إلا لما تجرب وتقارن مع جهاز يعني مش كثير سريع 27 واط والشحن اللي سلكي 15 واط مش هالأرقام الرائعة الحلوة والسعر 800 دولار شو رأيكم بروح على البيكسل الثاني البيكسل 9 برو هاي نسخة البرو هذا الجهاز حجما أبعادا نفس البيكسل 9 لكن من جوا بدي يختلف بعض الشغلات بيشبه مين البيكسل 9 برو XL اللون الأبيض هو المناسب بالنسب إلي الأبعاد زي ما حكيت لكم نفس أبعاد البيكسل 9 الفرق إنه الوزن 199 غرام فيه فرق 1 غرام بعرف شو مين جوا مع أنه عنده عدسة كاملة جديدة بس عنده نفس الوزن غريب صح الشاشة 6.3 إنش OLED LTPO هاي الميزة تبعت البرو والسطوع رح يوصل ل3000 نت ومحمي بكورني غوريلا غلاس فيكتس 2 نفس المعالج الجي فور الساعات للأسف بتبلش 128 بس 16 جيجابايت رام والله الرقم هو راكب معي زبطة ورح يوصل ل 1 تيرابايت مع 16 جيجابايت رام نعم 1 تيرابايت مع 16 رأى أمام 128 جيجا جمع الخير ما هو سيستم رح يخضه 50 جيجا ولا 60 جيجا السيستم لحاله صور له 2 فيديو 4K خلص خلص كاميرات الأساسية العريضة والكاميرات الأساسية نفس كاميرات جوجل بيكسل 9 50 ميجابيكسل وحساس 1 على 1.31% إنش مع OIS بس عندهم إش يسمو المالتزون ليزر أوتوفوكس شو رح يكون عمله مش عارف بالضبط حاليا لازم نجرب لكن في كاميرات جديدة 48 ميجابيكسل تيلي فوتو بتعمل 5X زوم وعليها OIS وهذا الجهاز رح يصور فيديو 8K 30 فريم بالثانية تخيل لو بدك تصور 8K على 128 جيجا أول فيديو مش عارف كم دقيقة هيخلص هيسكر الجهاز فمش منطق عن جد مش منطق هيقول لي ممكن أعطوك على جوجل فوتو مساحة ما بدي إياها بدي على الجهاز السيلفي 42 ميجابيكسل مش عشرة فهي برضو كمان اختلاف البطارية 4700 لكن الشحن نوعا ما أسرع 27 واط مش أسرع طبعا هو نفس الشحن بس حبيت عمل أكشن لكن الشحن اللي لسلكي أسرع 21 واط بدل 15 واط طبعا فيه اتصال مع الساتيليت والسعر 1000 دولار شو رأيك بيكسل 9 Pro XL الاسم يعني رائع هذا أكبر جهاز في البيكسل مواصفاته بتشبه مواصفات البرو بس هو أكبر أطول طوله 162.8 مليمتر عرضه 76.6 مليمتر والسماعك نفسها 8.5 مليمتر أما الوزن 221 غرام فيه فرق 222 غرام وعنده الابي 68 الشاشة أيضا أكبر 6.8 إنش LTPO OLED والسطوع 3000 نت ومحمي بي Corning Gorilla Glass Victors 2 والمعالج نفسه الجي فور والسعات يا أخوان السعات التخزين برضه بتبلش 128 مع 16 جيجابايت رام عن جد خيار غريب جدا من جوجل أنا مش قادر أستوعبه تقول لي طب شو بدك فيه روح على 256 هقول لك إنه السعر ببلش 1100 دولار على 128 فمش عارف ليش حطينيك خيار نفس كاميرات الجوجل بيكسل 9 برو الـ 50 ميجابيكسل العادي أساسية الـ 48 ميجابيكسل الزوم التليفوتو والـ 48 ميجابيكسل العريضة فما في أي اختلاف حتى الكاميرا الأمامية 42 ميجابيكسل ففعليا أعتقد أنه ما في أي اختلاف بين الجهازين من ناحية الكاميرات طبعا سيت أذكر أنه عند الجهازين مستشعر لقياس حرارة الجلد مش عارف إذا راح تستخدمه ولا لا أنا مستغرب أنه ليش موجود هترجع كورونا معقول البطارية أكبر 5060 ميلا أمبير الشحن السريع أفضل 37 واط واللاسلكي نوعا ما أفضل 23 واط والسعر بكرر 1100 دولار شو رأيك بأجهزة جوجل هتفكر أنه خلصنا صح لا في لسه جهاز يمكن هذا أكثر جهاز أنا تحمست له بس على أغلب ما راح أجيبه لأنه كثير غالي بالنسبة لي حقه 1800 دولار هذا هو الجوجل بيكسل 9 برو فولد النامينغ رهيب يعني لو سموه بس البيكسل فولد 2 بيكون بيرفكت بيرفكت هذا الجهاز اشتغلوا عليه تصبطات في كل مكان مقارنة بالبيكسل الأول الفولد الأول تمام ففي تغييرات في كل مكان هذا اشي يعني عجبني والجهاز من مسكته ومن شكله فخم تعال نشوف بعض المقارنات صار أطول 155.2 ملي متر بدل 139.7 صار أقل عرضا 150.2 ملي متر بدل 158.7 سماكته هو مفتوح 5.1 ملي متر بدل 5.8 ملي متر الهاتف وهو مغلق عرضه 77.1 ملي متر بدل 79.5 ملي متر سماكته هو مغلق 10.5 ملي متر بدل 12.1 ملي متر وزنه 257 بدل 283 هاي الأرقام وهاي الفروقات عشان تقدر تميز شو الفروقات بين الأول والثاني فعليا فيه فرق طبعا الإطار من المعدن وعنده كمان الـ IBX8 مقاوم للماء الشاشة وهو مغلق بينها صارت أطول حيكون استخدامه مغلق كثير وهذا اش كوي بصراحة 6.3 إنش OLED مش LTPO سطوحة 2700 نتس بدل 5.8 إنش إذا ملاحظين اللي كان سطوحة 1550 نتس الشاشة وهي مفتوحة 8 إنش هي أكبر شاشة فولد في العالم LTPO OLED سطوح 2700 نتس بدل 7.6 إنش ومش LTPO وسطوح 1450 نتس فهي الفروقات ما بين الأول والثاني عشان تقنعك تشتري هذا الجهاز المعالج Tensor G4 بدون مشاكل الساعات بتبلش 256 جيجا أحسن والرام 16 جيجا بس ما عندهم خيار 1 تيرابايت غريب صح في خيار 512 بالنسبة للكاميرات كاميرا أساسية 48 ميجا بيكسل حساسها 1 على 2 إنش حساس صغير عنده OIS نعم بس حساس صغير وفي كاميرا 10.8 ميجا بيكسل تلي فوتو بتعمل 3 إكس زوم مع OIS وفي عريضة 10.5 ميجا بيكسل وفي كاميرتين سلفي 10 ميجا بيكسل وهو مسكر وهو مفتوح أما البطارية فهي 4650 ميلي أمبير والشحن اللي سلكي 7.5 واط شو رأيك؟ الجالكسي الـ S24 FE Fan Edition قادم قريبا جدا بس رح أحكي لكم إيش تتوقعوا بهذا الجهاز بسرعة الشكل معروف بيشبه الجالكسي S24 والإطار من معدن الشاشة 6.7 إنش بتردد 120 هرتز بس مش LTPO سطوعها 1900 نت الحماية كورنينج غوريلا جلاس فيكتوس بلس عنده 4 كاميرات ثلاثة في الخلف وحدة للأمام الأساسية 50 ميجا بيكسل والعددة 12 ميجا بيكسل والتليفوتو 8 ميجا بيكسل مع زوم 3 إكس وفيه 10 ميجا بيكسل اللي هي السيلفي المعالج هيكون إكزينوس 24 صفرين يعني معالج محترم البطارية 4565 ملا أمبير وعلى أغلب الشاحن هيكون 27 واط مش مذكور لكن يعني في العشرينيات كم تتوقعوا سعر هذا الجهاز اكتبوله في التعليقات لو سمحتوا أول هاتف فليب من هواوي لسلسلة النوفا حتقول لي في عنده فليب نعم لالفلاكشيب صحيح كان عنده فليب بس هاد فقط لسلسلة النوفا سيريز بس سعره مش قليل اسم الجهاز نوفا فليب وهذا الجهاز يعني حيكون هيك جزء من الموضة من الفاشن لطيف أنيق شي جميل يعني بيحاولوا وروجوله انه حيكون كتير فخم وكلاس انك تحملي انك انت تحملي فليب زي هيك الهنج الموجود عند او المفصل الموجود عند هذا الجهاز قوي جدا رح تتحمل مليون ومتين الف طعجة افتح سكر افتح سكر الجهاز هو مسكر 6.88 مليمتر بالمية مليمتر ووزنه 195 غرام الشاشة الخارجية 2.14 بالمية OLED الشاشة الداخلية 6.94 انش LTPO OLED كاميرا الأساسية 50 ميجابيكسل والحساس واحد على 1.6 وفه كاميرا عالية 8 ميجابيكسل وفعنا السيلفي 32 ميجابيكسل المعالج المتوقع لسه مش اكيد ولكن المتوقع يكون اسمه كيرن 8000 ما بنعرف عنه اي شيء البطارية 4400 مليا أمبير مع شحن سريع 66 واط اما السعر المتوقع في الصين 744 دولار فتوقع انه يكون سعرهم لسه اعلى وما رأيك يا راعك الله يا تكو الف عافية بشوفكم في فيديو قادم الى اللقاء